موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة ناصر 24 نحييكم وقدموا لحضراتكم نشرة الأخبار نبدوها بالعناوين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية باهم باديكا البير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق والركن عبدالفتاح البرهان يلتقي المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دايموند السلطات الأثيوبية تطرد سبعة من كبار مسئولية الأمم المتحدة بتهمة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة استقبل رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية باهم باديكا البير سفير المملكة المتحدة لدى البلاد السيد مارك ماتيوسا حيث أكد سفير البريطاني دعم بلاده لجهود شاد في مختلف المجالات الحيوية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية كما تطرق السفير البريطاني إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين شاد والمملكة المتحدة وقال عن اللقاع كان فرصة لتناول الملف الخاص بالمؤتمر الدولي للبيئة والذي ستحتضنه المملكة المتحدة نهاية هذا العام وإمكانية مشاركة شاد بفعالية في هذا المؤتمر ويعتبر مارك ماتيوس أول سفير مقيم للمملكة المتحدة في شاد كما أن للمملكة المتحدة مع شاد علاقات أزلية في مختلف المجالات ترأس رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي الجلسة الأخيرة للدورة الثانية والأخيرة للجمعيات الوطنية وخلال الجلسة تم استدعاء المجلس الوطني الانتقالي الجديد بهدف تقديم بعض الأوراق والمسندات حيث قال الدكتور هارون كبادي إن تكوين المجلس الوطني الانتقالي جاء ليكمل الهيئات المقررة في ميثاق المرحلة الانتقالية وأشهد باختيار مكونات المجلس الذي سيستجيب لتطلعات الجميع من حيث التمثيل والشمولية هذا وأشهد عدد من أعضاء المجلس الانتقالية عن تشكيلة المجلس وأعربوا عن سعادتهم بتمثيل الشعب الشادية مؤكدين صعيهم لبناء أمة جديدة ودولة مزدهرة وسيكون المجلس الوطني الانتقالي في حال تنصيب رسميا بديلا للجمعيات الوطنية ليقوم بمراقبة عمل الحكومة في المرحلة الانتقالية الحالية وصولا إلى تنظيم انتخابات عامة مع نهاية هذه المرحلة قدم رئيس اللجنة الفنية الخاصة لتحضير لمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل السيد جوكاني ويدي حديثا صحفيا استعرض فيه آليات اللجنة لمزاولة نشاطها من أجل الحوار وإمكانية إيجاد كل السبول والوسائل التي يمكن أن تقودنا إلى حوار صريح وبناء مؤكدا إن الحوار الوطني يمتد ليشمل جميع القوى الفاعلة نستمع إلى جانب من حديثه يجب علينا أن نتفحص و بعمق جميع الموضوعات من أجل قطعه بشكل نهائيين ما تجاوزي عيوب الماضي وأن نتجاوز هذا الأمر ضروري لأنه يتعلق ببقائنا ومستقبل الأجيال القادمة ولدينا التزام بوضع أسس متينة لبناء مشروعنا الاجتماعي وطريقة جديدة للنظر إلى المستقبل مع احترام مؤسساتنا لربما لن نتفق على كل شيء ولكننا لن نغفل أبدا أن حقيقة أن نجاح الحوار يتحقق من خلال مجموء التنازلات التي نقدمها لبعضنا البعض وأننا نوجه نداء آجلا وحيويا إلى إخواننا حاملية السلاح للمشاركة بشكل مكثف في هذا الاجتماع من أجل أن نكتب تاريخنا المشترك إن الحوار الوطني الشامل والذي يخطط له المجلس الأسكري الانتقالي والحكومة هو ممارسة ملموسة في التفكير الجماعي وهي تقدم نفسها لأنها فرصة للاجتماع مرة أخرى من أجل تهديد تطلعاتنا المشروعة والأميقة بطريقة واضحة لجعل شاد ملازا للسلام إن اللجنة الفنية الخاصة تقوم بتقديم جميع التقارير وبطريقة منتظمة وآمنة من خلال الصحافة إلى الشعب الشادي بأسره وشركائنا حول تطور تبادلاتنا مع إخواننا السياسيين والأسكريين وأتمنى وبإخلاص مشاركة عدد كبير من جميع القوى النشطة في بلادنا وخاصة السياسية الأسكرية في هذه العملية المفيدة ويجب أيضا أن تقوم وسائل العلام بدورها ونهثها على مرافقتنا في عمل السلام العام ولقد حان الوقت لجعل أبقريتنا الإبداعية وذكاءنا الجمائية الزهر من أجل أن نضع في الأرض أساس مؤسستنا وبلادنا من أجل سلام شامل ودائم تلعب الجمعيات المدنية دورا كبيرا في هذه المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد والتي تعد من المراحل التاريخية خاصة بعد مشاركتهم في التشكيل الأخير للمجلس الوطني الانتقالي كواحدة من القوى الحية لبناء مؤسسات الدولة مع المطالبات بالمزيد من التمثيل والمشاركة نحن دورنا دور محوري ودورنا في هذه المرحلة الحساسة هو تكسيف من الحملات التوعوية لكي نوصل فكر السلام وفكر التلاؤم بين المؤسسات الجديدة ومع الشعب نرسق في زهنا الكثير لكي تصبح بلدنا رمز المجلس الوطني الانتقالي اليوم لاحظنا كون فئات المجتمع كل ممثلة فيه نحن كمجتمع مدني فدورنا ليس شياسين دورنا اتماعي ثقافي اقتصادي وعندنا دور كبير نحن كمجتمع مدني فخرون بهذا التمثيل داخل المجلس الوطني الانتقالي فالمجتمع المدني قريب من الشعب ويعرف مشاكله وبالتالي يمكن ان يطرح همومة ومشاكل الشعب في المجلس الوطني الانتقالي نحن كقادة مجتمع مدني نرى هناك نقص في مشاركة المجتمع المدني بالزاد نظرا لاهمية هذه المرحلة ونظرا لاهمية هذا المجلس لان المجلس مسل الكل ينبغي ان يكون على قدر هذه المسئولية في الشأن السوداني التقى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية بمكتبه بالمبعوث الفرنسي للسودان ودولة الجنوب السودان جان ميشيل ديموندا واكد المبعوث الفرنسي دعم بلاده للحكومة الانتقالية والعمل على مساعدة السودان للمضي قدما في الانتقال السياسي الى حين الوصول للانتخابات وتكوين الحكومة المدنية المنتخبة التي يرتضيها جميع الشعب السودانية واشر المبعوث الفرنسي ديموندا الى ان بلاده والمؤسسات الدولية ترفض اي ممارسات تعيق مسيرة الانتقال السياسي في السودان مشددا على اهمية التعاون بين الجميع من اجل الحفاظ على عملية الانتقال والتحول الدموقراطي بالسودان اكد وزير الدفاع الفرق ركنياسين ابراهيم مقدرة القوات النظامية على استيعاب كافة قوات الجيش الشعبية بعد اكتمال الترتيبات الامنية وعملية الدمج واشار وزير الدفاع لدى مخاطبته قوات الجيش الشعبي خارج المنطقتين قطاع غرب كردفان لتأخر بعض الاجراءات في مصفوفة الترتيبات الامنية مجددا العزم على اكمالها ووصول اللجان المعنية بهذا الامر للولاية خلال هذا الشهر بعد اكمال مهامها التي بدأت بجنوب كردفان وابانا ان المرحلة الاولى للترتيبات بغرب كردفان قد اكتملت لقوات تمازج بالحصر والفحص والتصنيف مشيدا بالرغبة للانتساب للقوات المسلحة قائلا ان قوات الجيش الشعبي تعتبر اضافة حقيقية وثرى للقوات المسلحة وقال ان البترول ثروة قومية وعمادة دولة الاقتصادية يجب حمايته والمحافظة عليه مطالبا في هذا الجانب الشركات العاملة بالولاية بضرورة تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية وابانا ان غرب كردفان تمر بتحديات كبيرة تتطلب الحكمة للمساهمة في حل المشاكل مشيدا بدور الادارة الاهلية وجهدها في تزليل المشاكل والصراعات بالمنطقة وكشف عن تشكيل لجنة العليا لمناقشة قضايا التنمية وحقوق المجتمعات بتنسيق مع لجنة الرباعية المكونة من الشركات ووزارة النفطة وحكومة الولاية والمجتمعات المحلية لتنفيذ برامجها اعتبارا من الاسبوع القادم عالميا اعلنت وزارة الخارجية الايثيوبية ان اديس ابابا طردت سبعة من كبار مسئولية الامم المتحدة بتهمة تدخل في شؤون داخلية للبلاد ولد المجموعات التي تضم مسئولين من منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف ومكتب الامم المتحدة لشؤون الانسانية 72 ساعة لمغادرة البلاد وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان هناك حصارا فعليا للمساعدات الانسانية في منطقة تيجراي والحكومة الاثيوبية ما زالت تمنع دخول الامدادات الطبيات الى المنطقة يتوجه وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين الى باريس الاسبوع المقبل بعد توتر في العلاقات بين الامم المتحدة وفرنسا اثر إلغاء استراليا عقد غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن الشهر الماضي وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكين سيزور باريس وسيرأس اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما يجري مباحثات مع المسئولين الفرنسيين وقال ان المبعث الامريكي للمناخ والممثلة التجارية الامريكية ومسئولين امريكيين في باريس سينضمون الى بلينكين وكانت الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا قد اعلنت شراكة امنية في منطقة المحيطين الهندي والهادي ستساعد استراليا في الحصول على غواصة امريكية تعمل بطاقة نووية وادت الشراكة الى الغاء سفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية نهاية نشرة الاخبار اعود واذكر بالعناوين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية باهم باديكا البير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق اواركن عبدالفتاح البرهان يلتقي المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دايموند السلطات الاثيوبية تطرد سبعة من كبار مسئولية الامم المتحدة بتهمة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من قناة الناصر 24 قرأت لحضراتكم نشرة الاخبار شكرا لحسن المتابعة وفي امان الله اشتركوا في القناة